كيف تعطي في دروس في الجوابة حاجة منها وهكا؟ أنا في الجانب الأكاديمي بتاعي المختص في فلسفة اللغة وكذلك عندي بحوث واختصاص من جامعة لندن في أصول فرق ومقاس الشريعة وكنت نقري في بريطانيا لاختصاص هذيه بالذات كنت درس فيه في الجامعة وبالطبع يعني عادي يعني هذيه قبل لما ندخل في الحياة السياسية في تونس كنت نعطي بعض الدروس ولكن لما تخل في الحياة العامة ما كانش ممكن أن نواصل đị تلك هذيه هم، وعليش؟ لأنه ما تنجمش تجمع بين العمل السياسي الميداني وبين التدريس في المساجد ماιمشيوش مع بعضهم غير ماك تختار طريق هم صحيح بني كنبي شوية كوره ديما نعمتيني ما تحبش تجawب عليها السؤال ذاي اليوم طامعة، باش تعطينا الإجابة نحاب نعرف اليوم جماعتك شنيه؟ حقيقةني يعني جماعتوني شنيه؟ طامع في الكلام ممotiعك؟ لا صعب بحقيقي يعني. أنا من نجاب معناها. أنت ما تحبش تقول معناها. لا لا والله لا. معناها القتلك اللي اللي فترة الشباب متاعه. اللي أنا نخرجت عمري تقريباً 22 سنة من تونس يعني. فالفترة هذيك اللي واحد يولي عنده فيها معناها. ما تقوليش لمنتخب. لا حقيقي. منتخب. ولي ذلك زيد. بسعطيك بلغة خشبية زيد. بكلنا نحب ومنتخب. يعني أنا اقتربت برشة من الفترة الأولانية من الترجي. حقيقةً حتى حسبت عليه يعني. اقتربت كيفيش؟ معناها في العلاقة بالجمعية وفي العلاقة بالمسؤولين بتاعها وهذا يعني. بيعليش يقولوا محسوب على ترجية أكثر؟ يعني اقتربت منهم حقيقةً يعني. كنت ناشط معناها فترجية لا حاجة هكذا. لا 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 لا. ما نحكي بعد الثورة. معناها في العلاقة بالجمعية كنت اقتربت بها برشة. نقولوا تمشي تفرس لماتشوائد حاجة هكذا. لا للأسف لا. للأسف. حنفهم نواية القرب. وليذلك معناها صعيب أن يقول لك شني يا جمعيتي لي أني مانيش داخل في الجو والدمان هذاك. يعني هذي من الحاجات اللي واحد تحرم منها. مم. في معناها الهل كم يقولوا هالزريقة هذي من للأسف مغلطهاش معناها. إن شاء الله إن شاء الله تجي جمعية تعملي حقا كهر. إلى حد الآن مازالت مازالتش؟ لا حد الآن. السياسة من عدنا الحقيقة أنا. وأغلب قيادات النهضة يميلوا لو شكون فيها. الكليب. الإسبرانس. يعني ما نجمش ها. باي سارح تقبل بش بش تكون متحفر برشة معاي سيد أحمد. لا لا والله إلا. باي سارح تقبل قلت دقريبا في إياه فين كما يشغل. دخلت النهضة وأقرب شوية للكلوب. عليش؟ هدايا في ليساني 80 تحسبت الكليب قريبة برشة من النهضة معناها. عليش؟ كان فهم فكرة أنه معناها النهضويين قرب برشة من الكليب. وربما فهم جوارات وقتها تعرفوا بالتدين بتاعهم. فتحسبت هكاكها وهدايا كان شايع في تونس يعني. فانو الكليب قريبة برشة من النهضة يعني. ولكن لهذا السبب اللي اذكرتولك يعني. باي نحكي شوي على العودة انتيارك لتونس. بغالي مدر انتيارك بجامعة تايكواندو. كيفاش تقيامها الفترة إذيك؟ أنا قبل ما نمر على جامعة تايكواندو كنت مستشار في رئاس الحكومة. وبعديك دخلت الجامعة بتاع تايكواندو. بطبعا تايكواندو في مجال التسيير مش جديد عليها. يعني كما قلت لك أنا كنت عضو في لجنة العلاقات العامة تابعة لاتحاد دولة تايكواندو. وكنت مسؤول كذلك يعني على تطوير الرياضة في منطقة العالم العربي والدول الناتقة بالفرنكفونية. آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هي من أكثر الرياضات المنتشرة يعني، ولكن الانتشار متاعهم معناها ما هوش منظم، فنحن لما دخلنا للجامعة عملنا بلاتفورم، وأصبح البلاتفورم هذك اللي يدخل عنده كيور كود، معناها ادنتفينون انيك اللي هو، ويمكن متابعته في النشاط الرياضي متاعه، في الاستاج اللي عملهم في الجراد، معناها اللي عملهم في البطولات اللي يشارك فيها إلى غير ذلك، والحقيقة نحن كنا الأوائل مش في تونس بل كنا الأوائل في العالم اللي عملنا البلاتفورم هذيه بكفاءات تونسية بحثة وبشباب تونس عملها وبعديك الاتحاد الدولي هو نفسه لأنه كان يستعمل بار كود ونحن كنا فتناهم باستعمال الكريو كود بعديك اخذيهوا نفس السيستام وله يستعملوا الكريو كود وهذا يساهم في تقطير وتنظيم الناس اللي تمال سرير تاكواندو كذلك نحن استضفنا بطولة عالم تاكواندو للأواسط 2018 وأول تصفيات دولية للعاب الأولمبية في نفس الوقت وهذه هذي تونس سواء مرة تستقبل بطولة عالمها هي أول مرة تستقبلها بل لعلها من أولى الدول الأفريقية وشاركت فيها قرابة 122 دولة وحدث الحقيقة كان حدث كبير ولقي قبول وأعجاب يعني من الاتحاد الدولي نحن رسلنا الاتحاد الدولي يعني قالونا هذا كان واحد من الاتحاد الدولي يعني انترناشنال يعني هذي كان أحد نعم 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 أهم البطوليات في التنظيم في الوقت معناها نحن لما انت بالنسبة لاتحاد الدولي انتا تاكواندو يعني معنى والحقيقة هذي كان جهد جماعي معناها واش واحد لا ينسبه لنفسي يعني لأنه عدد المطوعين كان قرابة 150 صدقني كان جيني تقول يشكون كان متطوع ما كان شي ما نعرفوش ولكن كان ثم مجموعة من الشباب المطوعين يجيوا من العشرة من تصباح يقضوا حتى العشرة من تعالي كيفش لم يتوه؟ لموهم تقم الفني والإدارية متى الجامعة هذا ما هوش شغل فرد يعني هذا شغل مجموعة كاملة يعني ما تنجمش أنت تنجح لأنك أنت فرد لكنه النجاح إذا كان ولاد فمه فريق كامل يخدم وهما كانوا جايونا وقتها قبل مدة وكانوا في بالهم أنه بيش يسحبوا البطولة من تونس لأنه كوريا عملت بطولة العالم في موجو فكانوا عندهم شكل لنحن التونسة بشكونوا قادرين أن النظموا وجاءوا لهنا والقرار الأول اللي عندهم هو أنه يسحبوها مننا نحنا بعديك لما شافوا العرض اللي حضروه المختصين في تهيئة المكان وتهيئة القاعة إلى غير ذلك لأنها روحوا فرحانين ومقتنعين ونحن على شي كانت بطولة ناشحة لأنها كانت تستجيب بالضبط لقرأس الشروط اللي وضعوا الاتحاد الدولي كان كما نقوله نحن كاستمايز يعني لأنه نحن كان عندنا القاعة في الحمامات وكان ثم ملعب آخر فارغ بجنبها فهذاك بكله هيئناه بحيث واستجاب لقرأس الشروط الاتحاد الدولي وبوقع هذيك كان قريبة من الوتلة والفناتق فالناس يعني ضيوف الدول اللي جات الحقيقة تمتعو بينما نحن نعرفه والياضيين كل يعرفوا لما يسافروا للدول الأخرى عادتان تلقى فما مسافة طويلة بين السكان مثلاً والوقاعة متاع الكمبيتسيون وذي يتعب لجوار بينما نحن وفرنا لهم مثلاً موضوع الأكل موضوع التنقر كل شيء بحضاء بعضهم وذي يلين نحن عنا تجربة ديوما نحن شاركنا في تظاهر الدولية نعرفوا حاجية الناس نجيحة